موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السابق كانوا يقولون قل لي من تصاحب قل لك من أنت لكن مع تغير الأزمان والأحوال صار من الأولى أن يقال قل لي إلى أين تسافر أقول لك ما أنت نعم عندما كنت صبيا يافعا كانت وجهة السفر في مجالس الرجال ومسامراتهم هي الطريق الأقصر لتصنيف الشخص بحيث يسهل وضعه في جهة الداشرين أو الصالحين والداشر طبعا يا سادة مصطلح شعبي دارج يوصف به الشاب المارق عن الصراط المستقيم وذلك طبعا في عرف النمامين الذين لا يسعهم المجلس إلا بعد أن يصنفوا الناس ويوزعون درجاتهم ومقاماتهم في سلم الصلاح هذا مع أن فضول المعرفة لا غير هو ما قد يدفع البعض للسفر إلى تلك المدن المطوقة بالشبهة دون أن يقع ليس لزاما أن يقع في محاذير المغتابين التقليديين على أن ذلك الأسلوب في التصنيف قد بقي قائما حتى مع تغير قوائم المدن ومع تحولات ذائقة المسافرين وفي الآونة الأخيرة تغيرت الأسباب الموضوعية لتمييز وجهات السفر بحيث تحولت من تهمة الانحراف الأخلاقي إلى تهمة ضعف الولاء الوطني وكما كنت متحفظا في الصباي على تصنيف المسافرين إلى داشر منحرف فإنني ضد أن نصنف كل من يسافر إلى جهات محددة بالوطني أو بغير الوطني ما لن تكون هناك استهدافات واضحة ومتعمدة تجاه بلادي ومن هنا جازة لتأكيد التأكيد يعني على أن إيران بلا شك دولة عدوة لوطني وهي تتعمد ما وسعها الأمر في الإضرار والإساءة لبلادي حكومة وشعبا بل إن عداءها يمتد لدول الخليج ولكل دول الشعوب والشعوب العربية وقد تجلى أمامنا دورها التخريبي كما هو ملموس في أوضاع لبنان وسوريا والعراق واليمن بل لم يكفي ذلك فقد زادت متعمدة في نشر فيروس كورونا في الكويت والبحرين والإمارات ثم المملكة عبر استقبالها الزائرين القادمين من هذه الدول وتعمد إدخالهم دون الختم على جوازاتهم وذلك في تضليل واضح وتعمد صارخ لنشر الوباء في دول المنطقة وبالتالي فقد جاز لي أن أقول إن كل مسافر سعودي إلى إيران دون أن يبلغ بعد عودته هو بصراحة مواطن متواطئ وخائن ويجب أن يلقى عقابه المستحق على هذه الجريمة التي يرتكبها في حق أهله وإخوانه المواطنين فالوطن يا سادة ولاء يتقدم على الولي وشراكة تتقدم على المذهب وعقل ينحاز للرشد لا للمرشد وإخلاص يتجاوز في أوية الحزب فالوطن أولا وآخرا ثم السلام على من اتبع الهدى فاصل ترجمة نانسي قنقر